السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم مرة تانية مع اخر درس معنا في الوحدة الاثنانية وهو الدرس الخامس والسادس في الدرس ده بنتعلم فيه الكتابة وجايب لي طبعا و جايب لي طبعا ان انا هكتب عن سيرة ذاتية لشخص رياضي تاني طبعا كلمة يعني مشروع اللي هو تلوث المال تعالوا مع بعض كده بسرعة نقرأ الكلمات حبيبي معلشي حكول الكلمات تقيلة شوية بس طبعا لازم احفظها عشان تمكنني من قرية النفس وكمان من فهمه كويس جدا وكمان اقدر احفظه عشان اقدر اكتب بايوغرافي جميلة عن لعب رياض تعالوا نشوف يلا اول كلمة كلمة اولمبيك 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 يعني اوليمبي اولمبيك اولمبيك بلاير 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 أثليت طبعا عندي حبيبي لا اسمهاش أثليت أثليت اولمبيك اولمبيك أثليت اولمبيك اولمبيك أولمبيك prize 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 harmful 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 biography 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 flag 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 awards 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 training 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 famous famous sports person sports person sports person bronze bronze water bodies water bodies water bodies habitat 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 garbage garbage طبعا هنا الاي حتنت شورت اي غرباج قولش غرباج ولا غرباج it's a garbage person 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 مووكن 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 special needs special special needs needs against 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 competitor 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 خلي بالك حبيب المنط competitor مقولشه competitor competitor future 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 waste water waste water waste water chemicals 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 organisms 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 gold gold achievements 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 successful successful ريو أوليمبكز تطبيق تطبيق أفعال بتاعتنا أول حاجة طبعا regular verbs أفعال منتظمة carry carry carried carried join joined joined continue continue continued compete compete competed competed compete competed competed killed 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 destroyed 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 avoid avoid avoided avoided win win won 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 become became 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 lose lose lost 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 bear bear bore 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 they was born was born was born were born were born were born were born was born born in Egypt يعني أنا مولود في مصر يعني أخلي بالك من الكلام لازم أحفظ النوع صبار لأن كلها على بعضها معناها ولد فيه سواء بأجيب التاريخ أو بأجيب البلد طيب WITH SPECIAL NEEDS WITH SPECIAL NEEDS WITH SPECIAL NEEDS يعني إذا هوا احتياجات خاصة AT THE EGE OF AT THE EGE OF وأنا الـ F هنا بتنتقفين OF OF AT THE EGE OF COMPETE AGAINST COMPETE AGAINST COMPETE AGAINST COMPETE AGAINST GO INTO GO INTO PRACTICE HARD PRACTICE HARD PRACTICE HARD FAMOUS FOR FAMOUS FOR WHEN A MEEDLE WHEN A MEEDLE HOLD FOR HOLD FOR SUCH AS SUCH AS SUCH AS تعال حباب يلنا نشوف أول تمريب الدولنا وده شكل ما قولنا بيبقى بناء على حفظي للكلمات كلمة ATHLETE يعني لعب ألعب قوة SUCCESSFUL يعني ناجح NEEDLE يعني ميداليا CLUB يعني نادي HORMFUL HORMFUL حباب يبب معنى ضر تعال نشوف نمبر وان بوله STUDIES HORN يعني ما بيذكر بيجد TO BE A STUDENT عشان يكون طالب A أكيد طبعا عشان يكون طالب ناجح وناجح حبابي معناها SUCCESSFUL ثاني SUCCESSFUL يعني ناجح تعال نشوف نمبر 2 بوله HE IS A SPORTS PERSON HE IS A FEMOS E SPORTS PERSON يعني رياضي شخص رياضي يعني HE IS A FEMOS E مين في دول الشخص رياضي برافو عليكم ATHLETE ATHLETE تعال نشوف نمبر 3 بوله HE WON HIS FIRST GOLD E IN 2012 يعني هو حبابي يكسب أول ميدالية زهبية ليه سنة 2012 طب يعني ايه ميدالية برافو عليكم يعني ميدل ثاني ميدالية يعني ميدل نمبر 4 KEMICALS IN WATER IS A طبعا يقول لي ان المواد الكيميائي الموجودة في المية ملها برافو عليكم ضره يبقى هونفول ثاني هونفول بمعنى ضر تعالوا حبابي بقى نشوف كلامه عن هداية ملقة بطلة التايكوندو المشهورة بتاعتنا بقول لي who the famous sports person is بترى مين هي الشخصية الرياضية المشهورة بتاعتنا نمبر 1 بقول لي هداية ملاك is a famous Egyptian taekwondo player taekwondo player يعني لاعبة taekwondo she is one of the two people who carried the Egyptian flag at the Tokyo Olympic Games in 2021 يعني ايه حبابي الكلام ده بقول لي هي واحدة من شخصين حملوا العالم المصري Egyptian flag يعني العالم المصري at the Tokyo Olympic Games يعني في ألعاب توكيو الأولمبية ان لما اقرأ التاريخ ده يعني اقول حبيبي 2021 حالا ممكن اقول 2021 بالمنظر 2021 وممكن اقول 2021 نأزموا اثنين كده انت الشمال وبعدين لين 2021 2021 this is a great owner وده انجاز عظيم او شرف عاصل البعد ده بقول further information about her sports and her achievements تعالوا بقى نشوف معلومات اكتر عن رياضتها وكمان عن انجازتها بقول هداية was born هداية دي اتولدت شكل ما قلنا لازم احفظ الكلمة دي on April 21st 1993 شوف اسمتوا ازاي 19.1993 طبعا هنا حبيبي انا قلت 21 يعني الـ 21 من ابريل طب مستر مش الشغول بتاخد ان هو ليه هنا جاب لي on طبعا لانه ذكرني اليوم وقصت ودت في يوم 21 ابريل فبالتالي حبيبي جاب لي حرف الجر on she began practicing taekwondo at the age of seven لازم احفظ المصطلح دي كله على بعضه في سن اسمها the age of seven and won many prizes at the age of 14 وبقول لي كثبت جوائز كتيرة في سن الـ 14 برده يا حبيبي قررت at the age of 14 في سن الـ 14 هداية won many important words يعني بقول لي هداية دي كثبت جوائز مهمة جدا كتيرة she won the bronze medal at the rio olympics in 2016 يعني بقول لي ها كثبت ميدالية في ألعاب ريو الأولمبية في سنة 2016 she also دي حبيبي معناها أيضا she also won the bronze medal in tokyo in 2021 and 21 وكمان كثبت ميدالية برونزية في tokyo سنة 2021 تعال حبيبي بقول لي something else she is famous for اه يعني حاجة ايضا حاجة اخرى يعني هي مشهورة بها الهداية is a very kind person بقول لي هي شخصية طيبة جدا في 2016 يعني في 2016 she helped a Moroccan athlete with special needs يعني ساعدت باعبة ألعاب قوة مغربية يعني من ذو الاحتياجات الخاصة راجا كارماش راجا كارماش خلي بالكم من هداية هنا كانت ممكن حبيبي تفوز عليها ومال احنا منقول طيبة لي وهي شخصية عطوفة لي يعني كانت ممكن تهزمها لانها هي من زوج هنا ولكن هي تهزمت ليها راجا كود therefore win the gold medal and it was a very special moment for her فجزبت حبيبي الميدالية الزهبية وكانت لحظة مهمة جدا بالنسبة لها ولحظة مميزة what hidayah will do next يا ترى ايه الهداية هتعمله بعد كدا what does the future hold for hidayah يعني بقول لي يا ترى المستقبل بيحمل ايه الهداية she is practicing hard دبتو ضرب كويس جدا she really wants to win a gold medal وعايزة تكسب ميدالية زهبية طبعا بقول لي what's hidayah ملك سبورت يا ترى ايه الرياضة بتاعتها قلنا taekwondo طب who won the gold medal برافو عليكم طبعا مش هداية raja garmash تعالوا حبيبي هنا بقى بيقول لي ازاي اكتب biography عن شخصية رياضية مديني كده بعض المهمة اللي من خلالها أنا بكتب عن الشخصية اول حاجة بدي اسمه طب بكتب اسمه ازاي طبعا بقول اسم الشخص واقول انه هو لاعب رياضي مشهور او شخصية رياضية مشهور او شكل مثلا ما كتبت عن هداية ملاك فقلت هداية ملاك بجيب الاسم هو حبيبي بعدين is a famous sports person يعني شخصية رياضية مشهورة قالك بعد كده لازم تقوله اتولد فيه فمثلا اقول she لو هي بنت وهي لو ولد و اجيب تاريخ الملاد طيب بعد كده بقول هو بدأ امتى بقول he began playing وبعدين حبيبي اقول اللعبة بتاعتي و قلت at the age of قلت لك احفظ دي كويس جدا the age of يعني في سن وبعدين ادي السن اللي هو بدأ في اللعبة تعالى نشوف number 2 حبيبي بقول say why they are famous and give the things about their sport طبعا المفروض ان انا بقول بعد كده ليه هم مشهورين الانجازات اللي عملوها يعني وبعد كده بدي تفاصيل حبيبي كم التفاصيل عن اللعبة بتاعتهم يعني مثلا اقول she or he was the first مثلا in ريو اولمبيكس يعني كان الاول في اولمبيات ريو طيب she or he was او is حبيبي اي حاجة من الاثنين successful because يعني هو ناجح لانه طبعا اكيد he trains hard حبيبي يعني بيتضرب كويس او practices hard طبعا بعدين اقول she or he won يعني كسب اي مثلا he won a gold medal a silver medal a bronze medal على حسب خلاص واقول in واقول the olympics يعني في الالعاب مثلا الاولمبية بعد كده حبيبي فرقم ثري بقول give more details about their success and why they are interesting or important يعني بقول لي بعد كده المفروض ان انا بدي تفاصيل عن نجحهم وكمان ليه هم مثلين الاهتمام ومهمين فرقم اقول he or she won واجيب الحاجة اللي هو كسبها بكمل برضو he is also a بدي وصف لي he is also kind مثلا هو طيب he helps people بيساعد الناس moreover or as well moreover دي يا حبيبي يعني بالاضافة الى ذلك طب as well برضو نفس الكلام as well as بالاضافة الى ذلك as well as this ممكن ادي اوصاف كتير لي he is helpful he is hard working يعني هو مجتهد فين فعمله وبعدين number four gonna say what you think could happen next for their career مفروض بعد كده بتكلم بقى على ايه اللي ممكن يحصل لهم في حياتهم المهمية في المستقبل يعني ممكن يحقق ايه ممكن يطلع الاول في ايه ممكن يكسب ميدالية ايه ده اللي انا ممكن اقوله فين حبيبي في الجما دي فقول i think he or she على حسب اللي انا بتكلم عنه will become the most مثلا famous sportsman or sports person in Egypt مثلا يعني في مصر يبقى انا كتبت كده عن طاقاتي لي في المستقبل تعالى حبيبي نديني مثال على كده شريف اسمان is a famous athlete نفس الكلامه is a famous athlete قبل الاسم وبعدين قال ان هو رياضي مشهول he won many awards شوفوا كسب جوائز كتير he can compete and important competitions كمباتيشنز كمباتيشنز ولا حبيبي بمعنى متبقات يعني يستطيع ان يكسب في مصروقات كثيرة he wants to win new medals in the future يعني عايز يكسب ميداليات اكتر في المستقبل his sport is weight lifting يعني رياضه هي weight lifting he spends many hours training everyday يعني بيقضي ساعات كثيرة يتدرب كل يوم ملاحظ برده ادي من ودي اسم جنو تعالى حبيبي يلا بقولي write about your favorite famous person تعالى بقى عن الشخصية المشهورة بتاعتك طب انا ممكن اكتب عن هداية ملاك اللي ايوه ممكن احفظ عن هداية ملاك واكتب عنها طيب انا بحب مين مثلا تعالوا نشوف واحد شكل محمد صلاح تعالوا نكتب الاسم يلا بايزا هقول مصلاح مصلاح a famous footballer ايه فوتبلر دي يا مستر اللي فوتبلر يعني لاعب كرة قدر طيب عايز ايه لو اتولد في مصر he was poor in Egypt يعني اتولد في مصر عايز اقول هو بيلعب لصالح فريق مشهور يبقى he players for a famous team يعني هو بيلعب لصالح فريق مشهور عايز اقول بيسجل اهداف كتير يبقى he scores many goals يعني بيسجل اهداف كتير طيب تعال نشبه مواصفات لي شكل ما قولنا بقى انا عايز اقول هو ناجح لي فحقول لان he is successful successful يعني ناجح because لان he practices is hard يعني بيتضرب حبيبي بجد ممكن اقول كمان ان هو سريع جدا يبقى he is very fast يعني هو سريع جدا طب انا عايز اقول بقى هو كسب جوايس كتير يبقى he he won many awards يعني هو كسب جوايس كتير طب ممكن اقول مواصفات شخصياني قال لي ايوه هقول he is kind يعني هو طيب عايز اقول بيساعد الناس يبقى he helps many people يعني بيساعد ناس كتير طب تعالوا والله بقى نكتب الجملة الاخيرة شكل ما قولنا واقول يطرق ايه اللي ممكن احققه في المستقبل بخصوص المهنة بتاعته اللي هي كرة القدم فقول شكل ما اللي كده i think يعني انا اعتقد he او هتقول شي i think he will become يعني سوف اصبح the best يعني افضل player of the لعب in the world يعني في العالم وده اللي احنا بنتبناها حبيبي لمحمد صلاح هو فعلا ياخد جايزة احسن لاعب في العالم وبعنا كتبت حبيبي كده عن شخصية مشهورة وكل الناس بتحبها وكانا بسيط وسهل جدا موجود عندي في الدرس بشكل ما بتولكم عادي جدا انا اكتب عن هداء ملاك واحفظ المعلومات اللي ميدهاني عنها وممكن اكتب عن شريف عثمان نفس الكلام تعالوا نشوف حبيبي بقى المشروع بتاعنا واني بيكلم لي عن الواتر بولوشن اللي هو التلوث المائي تلوث المائي طبعا بوليز هنا حبيبي بمعنى مسطحات وهنا بمعنى مسطحات مائي فبقى لي لما المواد الكيميائي دى بتتسرب للمسطحات المائية شكل الانهار والبحيرات وكمان البحار احنا بنسمى ده تلوث مائي او تلوث المياه Water pollution can kill organisms that live in the water such as fish, birds and crabs قال لي من التلوث بتاع الماء ده ممكن يقتل الكائنات اللي موجودة في المياه شكل الأسماك وشكل الطيور اللي بتاكل طبعا من المياه مش اللي بتعيش في المياه وكمان الكرابس الكابورية It can also kill birds قال لي او حبيبي ممكن كمان تقتل الطيور that eat the fish اللي بتاكل الاسماك Water pollution can cause animals to lose their homes and change their habitat قال لي كمان تلوث الماء ده ممكن يسبب ان الحيوانات تفقد المواطن بتاعتها وتغير المواطنة الطوائية اللي هي عايشة فيها طبعا هنا بيقول لي بقى أسباب التلوث الماء causes يعني انه سببات effects, الاثار and solutions وبيطرح لي كمان حلو تعال كده نشوف الاسباب بيقول لي waste water from sinks, toilets and showers waste water from sinks, toilets and showers طبعا بيقول لي المياه المهضرة من الاحواض ودورات الماء والاستحمال waste water and the chemicals from factories طبعا بيقول لي برضو المياه المهضرة من المصانع وبيبقى فيها كيميويات waste water from agricultural land and cities and rivers كل الحاجات دي حبيبي لما بتنزل المياه كلها بتسبب تلوث للماء طب الاثار بتاعتها ايه and a dirty water can make children and all the people in المياه المتاسخه دي بتخلي الناس الاطفال بالذات وكمان كبار السنية تعبني طب ايه كمان اللي polluted water destroys wildlife and rivers اللي اه الرياضة دي بتدمر الحياة البرية في الأنهار طب تعال نشوف بقى السلوشنز الحلول معانا طب ايه الحلول بقى نعمليه عشان ما يبقاش فيه تلوث للماء اللي save as much water as possible اللي اه لازم نوفر مياه بقدر ما نستطيع take shorter showers هناخد دوش قصجر ما ناخدش دوش طويم avoid running water يعني لازم نتجنب المياه الجارية never throw garbage in or near a lake or beach هو عتير ميط المامة جنب البحيرة او جنب الشطر كداب انا لازم احفظ الحاجات دي ايه هي اسباب تلوث الماء الاثار بتاعتلي وكمان ايه هي الحلول تعالوا نشوف بقى حبيبي الحاجة اللي انتم مستنئينها وهي حل التدريبة بلويد and complete the text with words from the box تعال يلا الله اقرأ وكمل يلا الله من الجدول ده انا athlete قلنا يعني لعب رياضي kind يعني طيب win يعني بيكسب prize يعني جايزة competitor ولا اللي هو المتنافس طبعا جيب الاكيد عن هدايا ملاك ولم ده ملاك is a famous Egyptian taekwondo player يعني لعبة taekwondo مشهورة she was born in 1993 شوف انا بنت ازاي حبيبي 1993 she is a very person she is a very person she helped a Moroccan with the special needs طبعا ما هي ساعدة يبقى هي شخصية ايه طيبة يعني ايه طيب حبيبي kind يبقى she is a very kind person she helped a Moroccan يروض عليكم athlete يعني لعبت العاب قوى مغربية اسمعي يا حبابي raja garmash had no one to compete against كانش عندها حد تتنافس معا so هدايا became her عشان كده هدايا اصبحت he and the lost اصبحت هي المنافس الوحيد ليه هيبقى competitor 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 يعني منافس raja could therefore ولذلك السبب raja استطاعت e the gold middle أيها استطاعت يبقى when the gold middle تعالوا حبابي يلا نشوفوا السؤال الثاني اللي هو سؤال التوصيل والاشي بيجان practicing taekwondo طبعا بيجان حبابي معناها بدأت practicing taekwondo يعني تمارس رياضة taekwondo ونها في سن السبع يعني ايه في سن the age of the age of seven يعني في سن السبع هدايا was born on اه تولدت فيه امتى طبعا هنا عايز التاريخي بابريل 21st 1993 يعني في ابريل 21 ابريل 1993 1993 طيب athletes want to بيقول لي ان لعبين ألعاب القوى أو الرياضيين عموما بيبوا عايزين ايه رفعليكو يفوزوا بميدالية زهبية يبقى want to win the gold middle طب dirty water can make بقول لي ان المياه متاسخة ممكن تعمليه رفعليكو can make children and old people sick ممكن يخلوا الاطفال وكبار السنما وحبيبي مرضاني تعالوا نشوف حبيبي يلا السؤال الثالث السؤال الترتيب does her what hold the future for طبعا هنا حبيبي انا عايز اقول ماذا يحمل المستقبل لها بقى اذا هقول what does the future عندين الفير الاساسي بتاعي hold for her يعني ماذا يحمل المستقبل لها ثم هدايا كسبت جوايس كتير بس احنا قولنا مني حبابي بتيجى قابل هدايا won many awards يعني هدايا كسبت جوايس كتير ربعة و ال give . اه طبعا ايه اللي حبايبي انا عايز اقول ان المياه الملواسة بتضمر الكائنات يلي موجودة في الانهار تانى المياه الملوسة بتضمر الكائنات اللي موجودة في الانهار يبقى المفروض الحبايب اقول polluted water polluted بتعمل ايه حبايب بلوت الووتر اللي ديسترويز بتضمر بتضمر ايه وايد لايف اللي هي الحياة البرية ان ريفرز ان ريفرز يعني اللي موجودة في الانهر تاني اللي موجودة في الانهر طب نمبر فوربر is famous why he is sports person طبعا عايز اقول ليه هو بيكون رياضي مشهور بحاولي why فعل مساعد بتاع is فعل بتاع he بعدين الصفة بتجي الاول a famous وبعدين sports person يعني ليه هو رياضي مشهور تاني why is he a famous sports person وبكده احبابي احنا خلصنا الدرس الخامس والسادس بتمرينه وكان درس صعب شوية بس لازم من الراق ويس ونحفظ المعلومات اللي هو مدهالي فيه thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe I don't forget so that you can watch all our at this place الله لو عجبك الدرس شير له كل زميلك ولو انت مشتركتش في القناة اشترك بسرعة ولو ما فعلتش الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله استنونا ان شاء الله في الحلق اللي جاية واللي هنحل فيها باقي تمارين الوحدة وبكده هي بخلصنا الوحدة التانية كلها good bye السلام عليكم